السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي يا رب كلكم تكونوا بخير واهلا بكم جميعا في قناتي مر وزهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص جدا بالصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية الاسلامية النهاردة هرجع معاكم الدين الاسلامي الكامل بطرقة بسيطة جدا وسهلة هقولكم على اهم اسئلة مش هيخرج منها الامتحان عرضة معاكم المنهج ملخص بطرقة بسيطة جدا قبل ما ابدأ الفيديو حاجة واحدة بس اللي بطلوبها من حضراتكم تدعموا الفيديو ده باكبر عدد من اللايقات وتعليقات جميلة من حضراتكم ده كون شكل جدا لكم وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله بازن الله في البداية ده تلخص المادة كامل بس الطرقة بسيطة جدا وانا هقول لكم على اهم اسئلة تقدري تسمع الفيديو ده ان شاء الله بازن الله تستفيدوا منه وتخلصوا المادة في اقل من نصف ساعة اول سؤال عندي بيقول لي اكمل الفراغات من خلال فهمك للدروس اول حاجة عندي ادم هو اول البشر ده كلام بسيط جدا سيدنا ادم هو اول البشر علم الله تعالى سيدنا ادم عليه السلام الاسماء كلها خلق الله ادم من تراب مختلف الوانه جبريل هو الملك المسؤول عن الوحي وده سؤال مهم جدا تعالوا بقى نعلم على المهم في الصفحة دي جبريل هو الملك المسؤول عن الوحي ده سؤال مهم ميكايل هو الملك المسؤول عن نزول المطر ده سؤال مهم امر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم ده سؤال مهم جدا واول سؤال اللي هو اول البشر هو سيدنا ادم ده سؤال مهم الملائكة هم مين هم خلق من خلق الله خلقهم من نور لا يأكلون ولا يشربون وهم عبادهم مقرمون ودايما بتيجي الملائكة هم او الملائكة خلقهم الله من نور بس ده اول حاجة عندي طريق بسيط جدا الكلام ده او الجمل دي انا مرتبات ترتيب بتاعها ده على اساس مثلا جملة سهلة وتحتها جملة صعبة جملة سهلة وجملة صعبة بحيث لو انت قاعدين تذكره ما تستصعبوش المادة خالص رقم اتنين من ارقان الامان من ارقان الامان الامان بالله تعالى والامان بالملائكة والامان باليوم الواحد وخلكوا عارفين السؤال والامان باليوم الاخر وخلكوا عارفين السؤال يجي في التوصيل يجي في الاختيار يجي في الاكمل تبقى انت عارف شكل السؤال الرقم الثاني من ارقان الاسلام هو الصلاة السؤال مهم جدا ميز الله سبحانه وتعالى الانسان عن سائر المقلوقات بالعقل السؤال مهم جدا خلق الله تعالى للانسان اللسان يميز بين الاطعمة المختلفة وكلام سهل تقدروا تقولوا من نفسكم بعد كده ادم عليه السلام خلق الله تعالى ليكون خليفة له في الارض وخلي بالكم من السؤال ده في الاختيار او التوصيل اقسم الله تعالى في صورة التين بهذا البلد الامين والسؤال ده مهم جدا التين والزيتون نوعين من الاشجار المسمرة التين والزيتون دول نوعين من الاشجار المسمرة من مظاهر قدرة الله المصور في خلق الإنسان نعمة العقل ونعمة الحواس يعني أهم مظاهر في قدرة الله في خلق الإنسان هو منح الإنسان نعمة العقل ونعمة الحواس بعد كده أقسم الله في صورة التين الله أقسم في صورة التين بالبلد الأمين وكمان جبل الطور في سيناء وبالتين والزيتون ودي إجابات بسيطة جدا أنت تحفظها أقسم الله في صورة التين بالبلد الأمين وجبل التور في سيناء وبالتين والزيتون بعد كده بيقول تظهر لنا صورة التين تكريم الله للإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم كلام بسيط صورة التين بتظهر تكريم الله للإنسان وأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم البلد الأمين هي مكة البلد الأمين مكة والسؤال بيجي على طول في الاختيار حكم اللامس ساكنة في كلمة الأمين الإظهار وركزوا من دي علشان دي مقرارة كتير جدا في النمازج بتاعة الوزارة حكم اللامس ساكنة في كلمة الأمين الإظهار حكم اللامس شمسية هي الإضغام نشكر الله تعالى على نعمة اليدين لاستخدامها في مساعدة الأخرين وكلام بسيط جدا صلاة المغرب تلقت رقعات ندخل بقى على جمل بسيطة بحيث أن انت تقدر تذكر المادة كده وانت مبسوط منها عبد قومعات الأصنام قومعات عبد الأصنام الماء الطهور هو الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته كلام سهل جدا بعد كده ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول بمكة ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في الثاني عشر من ربيع الأول بمكة وركزوا على السؤال ده عشان هيجيلكوا في الاختيار وفي التوصيل نشأ مع أمه السيدة أمنة بنت وحد وجده عبد المطلب أم الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمها السيدة أمنة بنت وهب وجده كان اسمه عبد المطلب مردعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام هي السيدة حليمة السعدية مردعة الرسول هي السيدة حليمة السعدية كلام سهل وحفظه معايا قدى الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة السعدية كرابة الأربع سنوات قضى الرسول مع السيدة حليمة السعدية كرابة الأربع سنوات اكتبوا على ده بقى سؤال الامتحان لازم هتلاقي قدامك يا حبيبي انت وهو قضى الرسول مع السيدة حليمة السعدية كرابة الأربع سنوات توفيت أم الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة أمنا وعمر الرسول ست سنوات كان عمره ست سنوات انتقل بعدها إلى بيت مين إلى بيت عبد المطلب جده انتقل بعدها إلى عبد المطلب جده توفي جد الرسول وكان عمره 8 سنوات ثم انتقل إلى عمه أبو طالب اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم صفة التفكر ودي مهمة وبتيجي في التوصيل وبتيجي في الاختيال اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم صفة التفكر بأس الله الرسل لهداية الناس بعص الله الرسل لهداية الناس كلام سهل جدا بعد كده ارسل هود عليه السلام في قوم عاد ناخد بالنا من السؤال ده سكن قوم عاد الأحقاف في اليمن ركزهم لأسئلة الامتحان سكن قوم عاد الأحقاف في اليمن جايبها الحاجات دي من قلب الكتاب بتاعكم الكتاب المدرسي وكلها كلام بسيط جدا وكلها على الدروس عبد قوم عاد الأصنام قوم عاد عبدوا الأصنام أهلق الله تعالى قوم عاد بريح صرصر عاتية والمقصود بكلمة ريح صرصر عاتية معناها رياح شديدة يقول تاني الجزء ده مهم جدا سكن قوم عاد الأحقاف باليمن عبد قوم عاد الأصنام أهلق الله تعالى قوم عاد بريح صرصر عاتية ومعنى كلمة ريح صرصر عاتية معناها رياح شديدة هود من زرية نوح قوم هود سيدنا هود عليه السلام ده من زرية سيدنا نوح وركزوا في دي عشان الصح والغلط بقى كل الجمل اللي أنا عرضاه في الفيديو دي تقدروا بقى تستخدموها وتحفظوها عشان يجي لك سؤال صح وغلط يجي لك سؤال اختياري يجي لك سؤال اكمل يجي لك سؤال توصيل تقدر من خلال كل اللي أنا ملخصه لك ده ان انت تجاوب على اي سؤال يجي لك في المتحان قوم عاد كانوا معروفون بالقوة وضخامة اجسامهم كانوا معروفين بالقوة وضخامة اجسامهم اتصف قوم عاب بالكبر كانوا متصفين بالكبر صورة التين صورة مكية اي انها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة نزلت على الرسول في مكة قبل الهجرة علشان كده هي صورة مكية اي انها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة اتهم قوم عاد نبيهم هود باستفاه والكز قوم عاد اتبهوا قوم عاد اتهموا نبيهم هود بالسفة والكذب بعد كده الحجر الاسود هو ودي جزئية مهمة جدا الجزء بتاع الدرس بتاع الحجر الاسود مكانه اول حاجة بيقول ان الحجر الاسود ده هو بداية نقطة التواف ومنتهى يعني التواف بيبدأ بيه و بينتهى به هو بداية نقطة التواف ومنتهى ويوجد في الركن الجنوب الشرقي للكعبة انا بقول بسرعة عزروني عشان مش عايزة اكون مطولة عليكم وفي نفس الوقت عايزة كنت استوعبوا اكتر عدد من الفيديو ان شاء الله يوجد في الركن الجنوب الشرقي للكعبة تاني الحجر الاسود هو بداية نقطة التواف ومنتهى ويوجد في الركن الجنوب الشرقي للكعبة ويوجد في الركن الجنوب الشرقي للكعبة ودي برضو يعلموا عليها كده واكتبوا ده سؤال الامتحان بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام رعى الاغنام ليساعد عمه رعى الاغنام علشان يساعد عمه اجتمع عندما اجتمع سادة قريش لتجديد الكعبة كان عمر النبي خمسة وتلاتين عاما عندما اجتمع سيدة قريش لتجديد الكعبة كان عمر النبي في الوقت ده خمسة وتلاتين عاما اجتمع سيدة قريش لتجديد الكعبة بعد ان تصدعت بسبب سيل والسؤال ده برضو اكتبوا عليه سؤال الامتحان ده وارد جدا في الامتحان اختياري اكمل صح وغلط اي نوع من انواع الاسئلة طالما انت مذاكر وحافظ وفهم الاسئلة تقدر تحل بقى اي شكل من الاشكال الاسئلة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل رفع الحجر الاسود بعد وضعه وسط رداء والسؤال مهم جدا وجه قبل كده في امتحان اشعر ان احنا امتحاننا قبل كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من الماء كان النبي يتوضأ بمد من الماء واكتبوا على ده سؤال الامتحان مهم جدا عندما احتدم الخلاف بين سادة قريش لنقل الحجر الاسود اختاروا اول من دخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة مهمة جدا اهم حاجة عندي في الصفحة دي السؤال بتاع الحجر الاسود بيوجد في الركن الجنوب الشرق للكعبة بعد كده كان عمر النبي وقت تقديد الكعبة خمسة وتلاتين عاما تصدعت الكعبة بسبب سيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد من الماء اسئلة مهمة جدا هنتنقل بعد كده السؤال اللي بيقول للحجر الاسود ما كان عند المسلمين ليه لانه نزل من الجنة بقول ان الحجر الاسود ده نزل من الجنة من امثلة الماء الراكد ماء البرك وده سؤال مهم وممكن نيجي في الاختياري الماء الناجس لا يصح للتطهر به ما ينفعش ان احنا نتطهر به من امثلة الماء الناجس هو ماء الصرف الصحي اول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة وده سؤال الامتحان من سنن الوضوء بقى المضمضة ومسح الازنين وفتب عند ده بقى برضو سؤال الامتحان ده مهم جدا 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 من سنن الوضوء المضمضة ومسح الازنين من فرائض الوضوء النية ومحلها القلب ومسح الرأس وده سؤال مهم جدا من فرائض الوضوء النية ومحلها القلب ومسح الرأس السؤال ده مهم خلي بالكم وما تطلق بطوش بين السنة وبين الفرد من سنن الوضوء المضمضة ومسح الأذنين لكن من فرائض الوضوء يعني الفرض يعني الحاجة اللي لازم احنا نعملها النية ومحلها القلب ومسح الرأس الماء الطهور بيقولي تاني ان هو ماء بيصح التطهور به والماء الذي لم يتغير لونه او طعمه او رائحته من شروط الوضوء النية ومحلها القلب دي من شروط الوضوء قربنا نخلص خلاص ان شاء الله باذن الله عند الركوع في الصلاة احرص ان اكون ظهري مستويا لما نجي نركع في الصلاة بتحرص ان انت يكون ظهرك ده في شكل مستوي عند الركوع في الصلاة احرص ان اكون ظهري مستويا ليلة القدر خير من 1000 شهر الكرام الكاتبون مسؤولون عن كتابة اقوال وافعال الانسان الكرام الكاتبون دول مسؤولين انهم يكتبوا اقوالك وافعالك الوضوء الوضوء وسيلة للتخلص من الزنوب الوضوء وسيلة للتخلص من الزنوب والسؤال بيجي في الاختيار استمرت الدعوة إلى الدين الإسلامي سرا لمدة ثلاثة أعوام أول آيات نزلت من القرآن الكريم من سورة العلق دي أول آيات نزلت في القرآن الكريم من سورة العلق والسؤال ده بيتقرر على طول في الامتحانات بدأ الرسول دعوته إلى الله سرا بعد كده واجبنا تجاه القرآن أن نتدبر معاني أنزل الزبور على سيدنا داود الزبور نزل على سيدنا داود وركزوا في السؤال الأخر دا كويس والسؤال بتاع استمرت الدعوة إلى الإسلام سرا لمدة ثلاثة أعوام والسؤال ليلة القدر خير من ألف شهر وكمان السؤال بتاع الوضوء وسيلة للتخلص من الزنوب كل دي أسئلة مهمة من فيش أي سؤال من اللي أنا تباه لكم مش مهم لأنها مرخصة للمنهة كلها بطرقة بسيطة وتقدر من خلالها تحل أي سؤال في الامتحان لقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قلم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام عند جبل توري سيناء شارك النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة سؤال مهم خلي بالكم دعاء الخروج من الخلاء غفرانك الزبابة آية من آيات الله في دقة الخلق شايفين الأربع أسئلة اللي وراء بعض دول مهمين جدا 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 ودول وردين بقنا حتى نكبهم لقم وراء بعضهم عشان وردين جدا في الامتحان السماء والأرض من دلاء القدرة الله في الكون وخلي بالك في سؤال التوصيل الجزء ده الأربع أسئلة دول النفخ في الصور من أحداث يوم القيامة النفخ في الصور دول من أحداث يوم القيامة يوم الحساب هو يوم القيامة نرهم مرة تانية كمان معكم الزبابة آية من آيات الله في دقة الخلق السماء والأرض من دلاء القدرة الله في الكون النفخ في الصور من أحداث يوم القيامة يوم الحساب هو يوم القيامة في أحسن تقويم تعني في أحسن صورة الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ينادي المؤزن للصلاة خمس مرات بعد كده اختبأ أصحاب الكهف داخل جبل على أطراف مدينتهم كان الرسول يدعو إلى الإسلام من يتصفون بالأخلاق الحسنة دافع الأرقم عن الإسلام طيلة حياته كان الأرقم ابن أبي الأرقم يسكن على سفح جبل الصفا تقبر معظم أهل مكة على دعوة الرسول وتمسكه بعبادة الأصنام الطهارة من البول والغائد تقوم بالاستنجاء والاستجمار بعد كده عندما يحين وقت الصلاة بيؤزن المؤزن يقول المؤزن للصلاة خير من النوم في وقت صلاة الفجر تعالوا بايا نشوف الأسئلة المهمة في الصفحة دي عشان ما نعديهاش عشان أنا بقوله بسرعة أول حاجة السؤال المهم دافع الأرقم عن الإسلام طيلة حياته يجيلك في الصح والغلط صح بعد كده كان الأرقم ابن أبي الأرقم يسكن على سفح جبل الصفا صح تقبر معظم أهل مكة على دعوة الرسول وتمسكه بعبادة الأصنام خلي بلك من الأكمل بعد كده عمدك هو اختبأ أطرافك اختبأ أصحاب الكهف داخل جبل على أطراف مدينتهم خلي بلك من الأسئلة دي بعد كده بيقول لي ينادي المؤزن معتش معنا غير الصفحة دول وهنخلص خلاص المنهى كله ينادي المؤزن للصلاة خمس مرات كلنا عارفين الكلام ده طبعا عند سماع الإقامة بيقف المصلون خلف الإمام في صفوف منتظمة وبعد كده المطلوب منك تكون حافظ صورة النبأ وصورة التين كويس جدا قبل ما تدخل الامتحان وأنا قدامكم صورة النبأ ممكن تجيلك تكملة في الشكل ده ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم ثباتة وجعلنا الليلة لباسة وجعلنا النهار معاشة وبنينا فوقكم سمعا شدادة وجعلنا صراجا وهاجة وأنزلنا من المعصرات ماءا سججا لنخرج به حبا ونباتا والأحسن أن أنت تبدأ تكتبها لوحدك قبل ما تدخل الامتحان صورة النبأ صورة مكية لأنها نزلت على الرسول في مكة جزاء الكافرين هو دخول الجهنم أو النار لكل إنسان شكل خاص به وكذلك بصمة العين وبصمة اليد وخلي بالك من السؤال الأخير ده عشان سؤال مهم وصورة النبأ صورة مكية سؤال مهم جدا وارد يجيلك في الامتحان آخر حاجة بقى عندي موعد قيام الساعة كلمة عندي موعد قيام الساعة دي علمه عند الله سبحانه وتعالى جزاء المؤمنين في الآخرة والجنة خلق الملائكة خلق الملائكة سبق خلق آدم عليه السلام وخلي بالكم الجملة ده عشان الصح والغلط كان الرسول يتعبد في غار حراء حين نزل عليه سيدنا جبريل الإجابة صحيحة ستر العورة من شروط صحة الصلاة الإجابة صحيحة يوم القيامة يجيز الله المحسن بإحسان والمسيء بإساءتي طبعا الإجابة صحيحة خلق الله الإنسان من طين طبعا إجابة صحيحة دع سيدنا هود قوم هود دعوة الناصحة الذي يشفق عليهم من عذاب الله طبعا إجابة صحيحة خرجت حليمة السعدية إلى المدينة المنورة بحثا عن طفل ترضعه طبعا الإجابة خاطئة بتنتهي الشهور الهجرية بشهر زلحجة دا كل المنهج يا جماعة معاكم في أقل من 20 دقيقة النصيحة ليكم تسمعوا الفيديو للآخر تركزوا في كل الأسئلة مفيش أي سؤال من دون هيخرج منهم من الامتحان الحاجة الواحدة اللي أنا عايزةكم كمان تعملوها تحفظهم المعاني الكلمات بتاعة صورة النبا دا شكل امتحان الدين كلته بشكل بسيط جدا يارب بكون أنا بقدم لكم معلومة ومفيدة دعواتي ليكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة ظهر ترجمة نانسي قنقر